اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في سنتي من السنين كنا نصلى التراويح في سطح الحرم وكان للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه درس هناك قضى الشيخ الدرس وقاموا والاخوان والموجودين في الحرم يبونوا يسلمون على الشيخ ومسكوا سرى يسلمون عليه انا ما قدرت اسلم على الشيخ هكا الليلة الله يرحمه اسكنه فسح جناته سلم عليه واحد من الاخوان وبعد السلام تقابلنا في اليوم الثاني من واحد من الاخوان المهم جاء الطريق في الشيخ وفي درسه وقال خوينا ما شاء الله اني انا سلمت عليه واني انسان متواضع قال خوينا لا هذا اللي سلمت عليه ترى باكستاني مو بالشيخ هذا سبحان الله العظيم شايب باكستاني يشبه الشيخ ابن عثيمين لحظر الدرس فاذا قام قاموا الناس يسلمون عليه حسبونا هالشيخ وانت معهم سلمت صحيح قالي والله صحيح هالشايب الباكستاني يستحي لا يرد الناس ليسلمون عليه وقالت لاني انا ايضا قدت صمت جبهته وسلمت عليه والعلمكم ترى فيه جمعيات عالمية لأشباه المشاهر يجونوا يسجلون فيها وقد يستأجرون في بعض الاحيان يستأجرهم عدة جهات بما فيهم حقين الافلام الوثائقية وحقين شركات الدعي والاعلام وهو نفسه قد يستأجره ايضا اشهر الشخصيات اللي كانت تستأجر ناس يشبهونها كاسترو كاسترو هذا يقولون مات ستة واربعين واحد يشبه لان الناس يقتلون يحسب انه فيد الكاسترو تعرض الى محاولات اغتيال كثيرة قيل انه اكثر من ستين مرة لكن اللي يروح فيها شبيهة ويقال ان كل رئيس امريكي له شبيه عندهم في البيت الابيض محاطور طن عندهم عند الحاجة يطلعونه واسنته من السنين صاد الصحفيين شبيه رونالد ريغان وطلع وكلمهم لكن طلع صوته خشم وزعل البيت الابيض اما الاميرة ديانف لها شبيهة كانت دخل يوميا ثمانية الاف دولار لان الصحفيين المغفرين حسبنا هي الآن مع المكياج والعمليات الجراحية صار الواحد يقدر يقلد اي صورة يبغاها يقول واحد اني ركبت طيارة من الطيارات وفيها عجز واجد يقول سبحانه العظيم كلهم مثل ثمات ومطق ماتين بخشم واحد والله العالم ان الطبيب اللي سوي خشومهن هو طبيب واحد وما عنده الا نموذج واحد في طبقه على خشومهن كله السلام عليكم